اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المسلمين ومن يصوت بلا لا يصوت لجابة الانقاذ هناك استحقاق انتخابي وديمقراطي بيحصل في مصر يجب ان نحترمه جميعا اما الدعاء على فكرة بقى احنا كده كده هنرفض الدستور سواء بنعم او بلأ اعتقد انه ده يفتقر الى ابسط الاحتكام الى يعني يفتقر الى الاحتكام الى ابسط قاعد الديمقراطية ولا الفهم السياسي السليم يعني بعض الناس يتحدثون حول المادة 222 العز السياسي كنت حضرك صاحب اللي اقتراحه انها بتقسم المجتمع المصري الى فلول وغير فلول لا المادة العز السياسي بترسخ مبدأ العدلة الانتقالية احنا لا يمكن ان نسمح يعني لمن قامت ضده هذه الثورة انه يجترق على الثورة بل يدعي الثورية الان احنا بتدرينا نشوف ده في المجتمع لانه هؤلاء يمتلكون مالا فسدا هؤلاء ارتبطوا بالسلطة مستبدة فترة طويلة جدا هؤلاء تسببوا في قتل وامراض وافقار المئات الالاف والمالئين بل مالئين من الشعب المصري بسبب سياساتهم الفسدة احنا رعينا ان يكون هذا الموضوع العز السياسي بموضوعية على فكرة طبق في المانيا وطبق في دستير اخرى احنا رعينا انه لا يطبق على مثلا مرشحي المحليات او اللي دخلوا المجمعات الانتخابية حصرناها في مناصب بعينها هي القيادات تحت الحزب الوطني اعتقد هينتج عنها بنكلم على 1600 شخص مش بنكلم على الثلاثة مليون عضو في الحزب الوطني اللي كان اغلبهم ناس بوسطاء كانوا بياخدوا كرنات الحزب الوطني عشان خاطر ياخدوا حقوقهم اللي احنا حاولنا في مشروع الدستور ده نكفلها بشكل قانوني ودستوري له احنا العز السياسي يؤسس للمصالحة الوطنية لانه بيحقق العدالة الانتقالية هذه الثورة سلمية لم تقتل احدا بل بالعكس تضي على الثوار لم تضع احدا في السجون بل ارتضينا المحاكمات المدنية ولكنها ليست ثورة بل هاء ولن تدع عداء الثورة ان يتجرأوا عليها انا كنت قلت انه في احد البرامج من يومين حمل معايا مداخلة احد المتهمين في مقاتل جمل وبيتدعي انتم مين من انتم فاحنا نريد لهؤلاء نقول لهم عفوا يعني تنحوا جانبا انتم هتمارسوا كل حقوقكم هتشتغلوا في شركاتكم هتعودوا في بيوتكم ولكن بس ما تترشحوش الانتخابات الفترة الجاي هل هذا كثيرا اشتركوا في القناة